موسيقى مساء الخير قطع وليد المعلم وان وي تيكت لأوروبا لأن الدنيا لا تنتهي عند حدودها ستنسى سوريا أن أوروبا على خريطة العالم بعدما قادت ما يشبه الحرب على الشعب السوري وهددته بلقمة عيشه كما قال المعلم وفي مؤتمر تصحيحي فسر وزير الخارجية السوري ما كان غير كاف في خطاب الأسد قائلا إن كلام الرئيس السوري نص على تعديل الدستور بما في ذلك المادة الثامنة منه وهو أول تأكيد سوري صريح لتوجه دمشق نحو اجتفاف حزب البعث وإن عبر الدستور وفتح سوريا أمام نظام متعدد الأحزاب وتلك إشارة قاربها الأسد من البعيد ولم يجزم بها وربطها بمجلس الشعب والاستفتاء وقانوني الأحزاب والانتخابات لكن سيلان الناس والتظاهرات الحاشدة بالأمس أعطت الرئيس دفعا ومبايعة في القرارات حتى ولو لامست ما يعرف بالنظام الأبدي وأعادته حزبا كسائر الأحزاب في سوريا وبدأ أن ثلاثاء الرئيس قد أقنعت الشعب السوري في المقابل بأن رئيسهم جادوا الخطوات وأن الاستقرار والأمن عاملان يتقدمان في الأولوية على الثورة والتغيير اختبر الأسد شعبيته في الشارع الذي أحبه فيما تمكن المسلحون في سوريا من حجب مطالب المعارضة الحقيقية وعوضا من الرؤى التفكيرية تقدمت طروح تكفيرية معززة بإرهاب الشارع ما دفع سوريا إلى أحضان دولتها تحسبا وخوفا من البديل كل هذا لا يمنع نظام الأسد من التعامل مع التظاهرات السلمية بسلام ومن اتخاذ القرار بعودة الجيش إلى ثكناته وانطلاق حوار لا يظلله السلاح لبنان الواقع على خط استواء سوريا سياسيا وأمنيا حدد اليوم عمر حكومته ومن أمد الحكومة بطول العمر هو الرئيس نبيه برري الذي قال إنها باقية سنتين إلى حين إجراء الانتخابات النيابية وهذا يعني أن قوى الرابع عشر من أذار ستبقى تحارب وتواجه أربعة وعشرين شهرا بالعد والتمام وهي أعلنت اليوم أنها ستواجه العاملين على زعزعة الأمن لكن بيان الأمانة العامة لم يذكر على وجه التحديد ما إذا كانت هذه القوى ستخوض المواجهة من باريس أم الرياض أم كندا حيث يتنقل زعيمها سعد الحريري فمن يقرر أن يتحرك شعبيا هل يطبق قراره بدءا من شواطئ سانتروبي أم من شوارع بيروت وعلى وقع الحرب من وراء المدن تابع نجيب ميقاتي سيره نحو البيان الوزاري وبدأ نقاش اللجنة من حيث انتهى إليه خلاف المحكمة الدولية في السابق إذن